وخلال الاجتماع تم استعراض آخر نتائج دراسة تطوير مجمع الألمونيوم بمدينة نجع حمادي حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألمونيوم بنجع حمادي وأكد مدبولي أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تغطية الاحتياجات المحلية من خام الألمونيوم وشهد الاجتماع نتائج دراسة شركة بكتل العالمية لتطوير مجمع الألمونيوم بمدينة نجع حمادي وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية التي يتم استرادها حاليا